السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبب أم عبد الله أول شي أقول لكم اللهم فعلنا البلا وفتحنا كل أبواب الخير اليوم سوف نشارك معكم فيديو منيط طريقة نخرج من البيت ما هي الأشياء التي نبدأ بهم ما هي الأشياء التي نجنب كيف نحافظ على نفسي وكيف نحافظ على نفسي اول شي اي ابدأ به ان اخرج من البيت هو انني اضع الكمامة تفاديل انني من اي شخص لانا امشي المكان يكون في الناس كثيرا نجيب الخضر و اشياء التي تكون فيها الناس كثيرا فضروري اضع الكمامة و اخذ معي الكل معاقب من امرحي هذا والحيلاء لم يكن افتديه في قلب البيت فغم انه مطهر معاقب من بعد مياه ندخل بالمرة السابقة لكن ضروري ما اخذ في الديح البيت قد اضعه و لبسه و كنت ان نكون لبسه في فجلي طبعا الحال بانطوف او مش شاية و نحييه و نلبس بس بطاق و كنت وكر الله نخرج من البيت بالنسبة لسانسور فما صورته اي اخذ نضع العلبة كلينيكس والسلة المهملات يأخذ انسان كلينيكس جديد يكبس على الزب ثم يلوحف سلة المهملات ثم يرجع نفس الشيء يأخذ كلينيكس يكبس على الزب يوصل البيت و يلوحف سلة المهملات وبالنسبة للباب التحت فالبيت يتعقم كل شوية لديك السيد المكلف بالبناء يطهر المسكة الباب لديك السيد المسكة يجب أن تتعقم بالباب التحت فى المنطقة تتعقم المتازمين ببيوتهم سوى الذين لديهم شيء ضروري حيث خرجتهم من البيت سوف يجب أن تكون المتازمين لديك الخضر يجب أن تحضر في البيت يجب أن تكون مهمة جدا لا يمكن لديك البيت لا يجب أن يكون مهمة جدا لن تكون مهمة قطيت الأغراض أكيد لا نصور لكم الخدام نحن في واحد الوضع لا يمكن أن نصوروا عباد الله فصورت لكم فقط كيفاش خرجت ومني رجعت سوف نقوم براحة العملية تعقيم الحداء والحذاء اللي سوف نقوم بإضافة هناك كل الهداء ونقوم بشكل مكان ونقوم بشكل مكان سوف نضيفه في الباب سوف نضيفه سوف نحط سوف نأخذ شعور سوف نضيفه درجة 12 سوف نضيفه سوف نضيفه أصفل السفل لنضيفه سوف نضيفه بعد أن نضيفه ثم نضيفه natin سوف نحمله مباشرة نديه البالكون و بلاسة اللي هي غدر فيه لهو والبفد و الشميشة باش ينشف مزيان من التحت وغادي نحمل هذيك الاناء و هذيك فاش حطيت صبات دياري نضفته عقم تحته وغادي ندين نحطه ونغسله كذلك وغادي مباشرة نمشي نغسل يدين دياري وغادي نزعل نحيد الملابس دياري ونحطهم حتى نحاول نعقمهم اما بمعقيم شوية ديال الالكول او اما تغسلهم مشي ضرورة تغسلهم كل مرة او عفضهم للشمس فهو احسن وغادي نمشي كذلك قدت لكم نغسل يدين دياري غادي ندوز كذلك ننظف البيت دياري غادي ننظف شوية الماء حط في قلبه شوية ديال جعفال وغادي ننظف به البيت دياري نعقم به البيت دياري نسيق إلا قدرته تسيقه وكان احسن ما قدرته تسيقه به فجفه يعني ديو جفافة او من شفع وديرو فيها سميسو وغادي ننظف الارض مزيان تمسحوا الارض مزيان جيدا حتي حيد منها كل البكتيريات تأكدوا منها وكذلك ننظف الباب ديال البيت ديال كوم مزيان وكذلك غادي ننظف البواني او اليد المسكة ديال الباب اللي انا مسكتها في الخرجاء وفي الدخلة فانا بيينت لكم فقط قننظفها من الداخل قننظفها من الداخل قنظفها من بره كذلك نفس الشيء والاشياء اللي تقتنيوها من بره بحال الخوضر بحال كل شيء يتنظف بالخل والماء ضروري يدير الخل الابيض مع الماء وتنظفوا ذلك الخوضر اللي جبتوه بالنسبة لواحد الشيء اتفالي انا فما البارح مشيت ان ناخد بعض الاشياء اللي كانت ضرورية جدا من عند الدكان من عندي بنية صغيرة وراك تأخذ الكوش وهذا فحتاجي توقفت عليها مشي جبتها وجبت لها معي ضانون فمشا هو كيش بي ضانون بيديهم بدون ليقون كفوف ولا بلد بلاستيك ولا بلد شي حاجة فجيت نتكلم معه وقلت له الله مخصك شهزهم بحالك قال يلا غير هذي بدك يعطيني حجاج ومعجبوش عندني نتكلم معه فرجاء الناس ديال الدكاكين اللي كتبعو في الدكاكين ففهمو وعوشوا معا انكم تنتوا مخصكم تساعدوا يعني لان تهزيتي الحاجة بيديك ووجبتها انا لوليداتي وانسيت مثلا ما عقمتهاش فانا خرجت اوليداتي فرجاء كل خاص يكون بناتنا التعاون تتعقمونا العقمو والاخر يعقموها كده ان شاء الله غنتغلبو على هاد الوباء او هاد الفيروس اللي هو اه راهيب كورونا كيف قطلكم مهم بهاتطريقة كنت نظفت و اه كان عقم كي قطلكم الباب ديالي وفصت هاد شي كامل اللي كان ديفو دائما التوكل على الله اول شي قبل خروج قبل دخول البيت دعاء الدخول البيت ودعاء خرج اه من البيت دعاء الدهر للسوق اه الادعية الكتيرة دائما نستغفروا الله نصليوا على النبي مهم اه صلاتنا في وقتها قراءة القرآن كذلك دائما واحد جزء من القرآن ولو غجزء باسيط نقرف في اليوم نحاولو نعلمو اللي داتنا التوهم يدعيوا معانا لان دعاءهم محته ومستجم في نهاية هاد الفيديو غدي تلقاوا بعض الصور لبعض الوصفات اللي ان شاء الله غنزل لكم الروابط ديالا في صندوق الوصف وصفات كلها زوينة بزاف سهلة منها حلويات منها مقبلات منها شوار متجاج منها بزاف ديال الاشياء الشوار متجاج على طريقتها الاصلية الشرقية بزاف ديال الوصفات اللي غتعيش بكم بزاف كين كيك ديال الكراميل اللي راي جدا سبقنين زلت وخببا ما تذكرش بسيطة اشهر ولا اكتر اه كين لقمة القاضي كين اشياء كتيرة كنتمنى ان شاء الله تتابعوا الفيديو حتى الاخير تشوفوا هاد الصور ومباشرة تنزلوا الصندوق الوصف تحت من الفيديو غتلقاوا محطوطين اللي يكون روابط ديال هاد الفيديو هاتي كاملة اللي حب اي فيديو الفيك بس على بيت وعادي ان شاء الله هي القراسو كيشوف الفيديو اه مباشرة اتلقاوا عدة حلوات كذلك سهلة بحل حلوة الكوك اللي سهلة جدا 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 ودائما كيقولنا منسوش استغفار ذكر الله وندعي البعضياتنا مني ندعي الصلاة القرية بي ولكل مسلمين باش الله سبحانه وتعالى يستجب مني كنشكركم على حسن التتبع كنحبكم في الله قديد يضرب لكم ان شاء الله موعد فيديو قادم نقول لكم شكرا على حسن التتبع دائما الفيديو هاتي دعموها باللايك دعموها باللايك وبارتاته هم الأحباب والأصدقاء مع ألف سلامة ونقول لكم تحياتي إلى اللقاء اللهم أرفعindنا الوباء اللهم أرفعindنا البلاء اللهم أرحمنا برحمتك اللهم كلنا ولي معين وناصير اللهم يا رحمن يا رحيم نحن عبادك نحن عبادك نحن عبادك نحن عبادك فارحمنا برحمتك مهما أخطأنا فأنت الغفور مهما نسيناك لا تنسنا يا رب إن نسيناك فلا تنسنا فأنت الرحيم أنت الكبير أنت الغني عنا وعن كل العالمين يا رحمن يا رحيم شكرا مع ألف سلامة